في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً انتهت مؤسسة حياة كريمة من تجهيز ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى طيبة التخصصي وذويهم وذلك بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر والتي بدأت في استقبال المواطنين عملنا الاستراحات بتاعة مستشفى حورس فأرمانت وبعد كده بعد تم تنفسها طلبوا مننا هنا الأهالي في إسنا ان هما المحتاجين برضو استراحة للأهالي قدام المستشفى والحمد لله في خلال 15 يوم كنا خلصنا كل حاجة مظلات دي كانت شيء جميل خدمة الأهالي والمواطنين اللي هما بيليهم مرضى في المستشفى اللي بينتظروا بالساعة والاثنين والثلاثة بدل ما كانوا بينتظروا في الشارع وبيقودوا تحت الشمس وكده والجو الحر اللي عندنا في الصعيد احنا مستوى الصعيد الجو عندنا حر دايما والشمس دايما شديدة شوية والساعة والاثنين منتظر عادي ما فيش أي مشكلة ما حدش بدقيقهم بنشكر الأول مؤسسة حياة كريمة نستجاب بسرعة للطلب احنا قدمنا الطلب بتاعة تنداد ده في شهر واحد اخر شهر واحد والحمد لله يعني ما فيش شهر كده وبتدى التنفيذ حياة جميلة ومشرفة جدا 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 ما شاء الله ونشكر سياطة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسة حياة كريمة الاستراحة تضمنت مظلات ومقاعدة ما انشاؤها أمام المستشفى لمرتادي المستشفى وذويهم لتوفير الراحة لهم وحمايتهم من أشعة الشمس ومنع تكدس المواطنين أمام المستشفى حياة كريمة انها يعني دائما بتنظر للمواطن البسيط المواطن البسيط اللي هو في الشارع فمستشفى إسنى لما اتعملت في المنطقة اللي احنا فيها دي كان الاول المنطقة الصحراوية وما فيش يعني فيها حد زي مظلات او شجر او المنطقة نفسها ما كانتش مؤهلة لاستخدام الادم يعني فجات حياة كريمة دلوقتي طبعا التشجير والمظلات اللي اتعملت برضو حافظت على الانسان اللي باجي يزور المرضي بتاعه او بيدخل المستشفى انه بيجد في جاعة محترمة قيمة لي لحد ما يدخل ويطلع من المستشفى جهد كبير تقوم به المؤسسة وهذا ما ثمنه اهالي المرضى فالاهالي كانوا لا يجدون مكانا مريحا ينتظرون فيه امام المستشفى وهكذا تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم الحزم المتكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية لتقديم افضل الخدمات للفئات المجتمعية الاكثر احتياجا